رسالة عن طب التوحيدي للشيخ أبي منصور عبد الرحمن ابن محمد ابن حسن ابن غيبة الله ابن عساكرة دمشقي المتوفى سنة 620 هجري قال الشيخ فخر الدين ابن عساكرة محمد الله اعلم رشدنا الله وإياك أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أن الله عز وجل واحد في ملكه خلق العالم بأثره الهدوية والسفلية والعرش والكرسية والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما سميع الخلائق مطلورون بقدرته لا تتحرك ذرة إلا بإذنه ليس معه مدبر في الخوق ولا شريك في المجل حي الأيوم لا تأخذه سنة ولا نوم أعلم الغيب والشهادة لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يعلم ما في بر والبحر وما تسقطو ممارقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين أحاطى بكل شيء علمه وأحصى كل شيء عبده فعال لما يريد قادر على ما يشاء له الملك وله الغنى له العزو والبقاء له الحكم والقضاء له الأسماء لحسنة لا دافع لما قضى ولا مانع لما آطى فعل في ملكه ما يريد ويحكم في خلقه بما يشاء لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا ليس عليه حق يلزمه ولا عليه حكم كل نعمة منه فضلا كل نقمة منه عدلا لا يسأل عن ما يفعل وهن يسألون وجود قبل الخلق ليس له قبل ولا بعد ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا كل ولا بعض ولا يقال متى كان ولا أين كان ولا كيف كان ولا مكان كون الأكوان ودبر الزمان لا يتقيد بالزمان ولا يتخصص بالمكان ولا يشغله شأن عن شأن ولا يلحقه وهم ولا يكتنفه عقل ولا يتخصص بالذهن ولا يتمثل في النفس ولا يتصور في الوهم ولا يتكيف في العقل ولا تلحقه الأوهم والأفكار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير